اهلا بحضراتكم في قولة فقرات حلقة الليلة من المجري زي ما قولت في التقديمة انا نجم ونجم كبير قوي لعب وتقلق مع الجيل السبعينات الجيل الزهبة للنادي الاهلي وزي ما بقول لما بقول جيل السبعينات ما بفرقش بقى بين فريق الفرق اللي بعد كده او الاجيال اللي بعد كده النادي الاهلي كل واحد بيسلم الراية دي اللي بعديه وانتوا طبعا عارفين القصة كلنا حاكتها من اليوم مرة النهاردة نجمينا لعب ودخل النادي الاهلي لحد هذه اللحظة انا بكلامكم فيها دي بقالوا ستين سنة ربنا يديول العمر والصحة في النادي الاهلي عارفين يعني ايه ستين سنة اي حد بس زمان كان بيعد من النادي الاهلي بقول لك انا لعبت في النادي الاهلي انما نجمينا ده من تسع سنين هو في النادي الاهلي عشر نجوم كتيرة جدا وهو كمان انا عارفه بقى شخصيا عنيد عنيد في ايه عنيد اني عاوز يلعب وعانيد اني عاوز يتمرن كويس وعانيد في كل شيء مش عنيد بقى عندي ضد اخطاء لا عنده حافز هو وعنده جلد وعنده صبر ايوب ورجل بيتقى ربنا لشان كده قاعد فترة طويلة جدا يلعب وحقق بطولات كتيرة بقى 맞는 فتحocur وهو اخبارك ايه مرسوط جدا من المقادمة الجميلة لان احنا الحمد لله جيل كان فعلا جيل بيعشق كرة القدم جيل بيعشق النادي الاهلي جيل ينتمى أيضا النادي الاهلي وروح الفنيل الحمر hungry انا سعيد جدا معك يابتوص انا سعيدة جدا إنا عدا يسعدئ بك لان احنا احنا ديك جزء من حقك لان ان انت اديت لي النادي الاهلي كتير قونا الحمد لله انت دخلت النادي الاهلي وكان سنك تسع سنين تسع سنين تسع سنين لعبت في كان فيه أجبال ساعتها في المسابقات للسن ده لا لا ما كانتش المسابقات كانت مدرست الكورة زمان مدرست الكورة آه دي روحت النادي الأهل ازاي والله بص يا كابتو مصافة أنا تاريخي ممكن مش عايز أقول لك أن والدي طبعا مدرب تنس في النادي الأهلي وكت أنا دائما عندي عشق للنادي الأهلي كنت بروح طبعا كنت روح حتى باجع لكبر الزمالك في الجبلية وكده ماشي شرع الجبلية ماشي روح النادي الأهلي حسيت أن فيه اختفارات وأنا أصلا يعني مولود في حي العجوزة ايوه وكان من طبعا أن أنا بحب لعب كرة القدم قوي يعني من صغري كان فيه ميدان هناك وكت بلعبه كله لعبت كرة شراب في الشرع؟ كله وفيه لعب ملعبش كرة شراب حلو إنت ملعبش كرة شراب لا أنا ملعبش كرة شراب لبقى مش حريف زي نتولدت كرة قدم بس طيب وإنت بتلعب كرة شراب في الشرع من دي شافك وقال لك انت نازم تروح تقدم في النادي الأهلي أو قال اللعيب الصغير ده حيبقى ليه اسم وكيان تاني في النادي الأهلي لا أنا صاحب القرار أنت صاحب القرار أنا كنت صاحب القرار أنا رحت النادي كان فيه اختبارات هل الولد صاحبك؟ ولا كان من نفسك؟ ولا كان يعرف يا جرائتك والله العظيم يا كابت وصولك سادق سادق رحت كان أيماك كابت مستوى حسين رحمة الله عليه رحمة الله عليه يعني رحت وقدمت في الاختبارات والراجل شافني وأعجبية جدا وكنت بالعب بقى في دور الهجوم وكنت أحب الهجوم قوي حب ده ما نجيب الجوال انت كنت مهاجن ما القلبت ليه ديفنس ماهو كابت مستوى حسين بقى رحمة الله عليه رحمة الله عليه حس فيه إزا أنت قلتلي كده في المقدمة الروح والعند والكلام حس فيه مقاومات إننا ممكن أشتغل في الدفاع يعني ممكن يبقى لعيب فرو ده كابت مفات حكواس قوي وفيه مدرب بيبقى فاهم أكتر يقدر يوظفه في حتة تانية عشان يستفد منه آه طبعا طبعا ودي كانت فعلا كوتشنج بالكابت مستوى حسين رحمة الله عليه اللهم طبعون أبونا كلنا شاف مقاومات في فاتح مبروك مقاومات ممكن تشتغل في الدفاع أكتر منه في الهجوم وكان الكلمة ليه آه يعني حتى بعد ما اخترني هو قال لي يا ابني انت ساكن فين؟ اختلا الفي العجوزة آه قال لي انت ماشى الله بالظبط والله يا قة مصطفى قال لي انت مشى الله زال عفريت بالظبط قال لي زال عفريت قلي بس أنا بشوف ان انت تلعب في الدفاع حسين ومن ساعتها فعلا كانت مكولة الكابتل مصطفى حسين رحمة الله عليه ان انا لعبت فعلا في الدفاع أول يوم قالو لك في النادي الاهلي ان ان انت قبلت في الفرعة واتبقى مابود مع مدرسة الكورة كان ايحساسك؟ او انت غفرته في ايه؟ هو إحساس كان إحساس طبيعي لإني أنا قلت لك بنتام النادي الآهلي من صغري يعني كنت روح مع والد يعني أنت حلمت في وقت من الأيام أنك هتبقى لعيف في النادي الآهلي؟ لا بصراحة ودي زي ما قلت لك يا جاة مفاجأة كده جاة مفاجأة في الاختبارات جاة مفاجأة أن أنا اخترت وابتديت بقى حياتي في النادي الآهلي مشواري في النادي الآهلي الطويلة يعني قررت كنت قلت لها بكورة يا شرف في الشارع هقولت لا ده أنا هروح النادي الأهلي وفي الاختبارات وإن شاء الله هنجع في الاختبارات وانجحت في الاختبارات والحمد لله نجحت وتدركت بقى في فرق الناشئين في النادي أنا جايين لسه ده بالراحة ما تستعجلش ما تستعجلش بعد ما دخلت مدرسة الكورة مع كابتن صف حسين أعدت كم سنة مدرسة الكورة مع كده طلعت لعبت في الناشئين لا أعدت تقريبا حوالي 3-4 سنين 3-4 سنين في مدرسة الكورة تبتكر سنة كامة كابتن فاتحي؟ سنة 59 بالزرع عندي كارني عدو رياضي لحد الوقت الكارني ده عندي لما دخلت مدرسة الكورة وخلاص الحمد لله تثبتت فيها مين من النجوم اللي إحنا بنسمع عنهم زي الكابتن صالح سليم والكابتن رفعة الفناجيلي والشيخ طه اسماعيل ونجوم اللي إحنا عايشين على حسوم لحد هذه الوحظة مين اللي إنت شفتوه منهم؟ لا فيه نجوم كتير جدا يعني فيه نجوم كتير جدا في هذه الفترة طبعا يا كنت بائشق نادي الآلي حتى بدليل إن كل مغارات نادي الآلي اللي كانت بتقوم على ستادي نادي الآلي أو ستادي التيتش كنت بروح هتفرج عليها كالدرجة التانية دي من مدرجات خشب طبعا كنت بروح هتفرج على الماطشدات كلها كلها فأنا عندي عشق للنادي الآلي من الزمان لمين من اللعبة اللي إنت كنت متيممًا بيه وقلت يعني يا ربنا يكرمنا بأزال اللعيد ده والله بسه كان فيه ناس كتير قوي يعني فيه ناس كتير قوي يعني أنا رحمة طلع عليك كابتل طرق سليم كابتل طرق سليم من أبيبك لا من النوع برضه اللي كان بيحب النادي قوي وعنده قردة قوية وشخصيته زي أنا بتقول الشخصية عنادية إيجابية وبيب منك إيجابية يعني بيحب الحق بيحب دايما يبقى دغري بيحب دايما كرة القدم أهو كابتل طرق سليم فكابتل طرق سليم يمكن أنا كنت بأخذه مثل فعلا يعني مثل فعلا أن أنا أبقى زيه أن أنا نفسه وأنت صغير سلمت عليه وهو في الفريق الأول أنا سلمت عليه وسلمت على معظم لعيبة الفريق الأول سلمت عليهم لأن بقولك كنت متواجد في النادي القلب سوى مستمر ما أنا عارف إنتي هتقولي ما أنا لسه هنحكي